في خطوة لكسر الحركة الاحتجاجية داخل قطاع التربية الوطنية وكسب تأييد الأولية أدرجت وزيرة التربية الوطنية نورية بنغابريط إجراء جديد يتضمن تنظيم زيارات ميدانية للتلاميذ إلى المتاحف وكذا جلسات مع المجاهدين وذلك أيام الإدراب بنغابريط لم تكتفي بالاستعانة بالمتاحف والمجاهدين وتمسكت بقرار الخصم من أجور المضربين ندخلوا نشاطات ثقافية محاضرات زيارة المتاحف ونقدروا كذلك الزيدياس اللي دائما عندهم مشاكل باش يعملوا هذه الفيزيت للتلاميذ نحاولوا باش في هادك الفترات ماشي باش نعاودوا الأستاذ كي مقريت لا أبدا ولكن نستعملوا هادك الوقت باش التلميذ يخرج يعني ب نقابات التربية الوطنية هونت من تهديدات بنغابريط نقابات للتمسك بالإدراب كثير من الأستاذة والعمال قطاع التربية لقدرنا معهم لقاءات خلال الأيام هذه القليلة وقنعناهم يعني في الدخول الإدراب للأستاذة اللي ما دخلوش وخاصة منهم اللي كانوا خوفهم متربسين اللي خوفهم بالإقصاء وشط بهم من القائمة حيث نقول بل هاد الأستاذة ما عندهم مش الحق شط بهم لأنهم أستاذة مطربسين الدستور يحميهم وعندهم الحق لإدراب أما الأستاذة اللي كانوا في الإدراب نازلوا مصمين وراحين ندخلوا في إدراب وفي انتظار ولادة مشروع بنغابريط الرمي إلى تأثير التلاميذ أيام الإدراب تبقى كل الحلول ترقيية والتلاميذ أول وآخر ضحية